السلام عليكم قوتي تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بلا منسى وخوتنا اللي في الغربة في الفيديو سابق لمقابلة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي لما وضعت صورة للحظة تضييع لرياض محرز فرصة محققة من بعدها ايضا لقطة اخرى لديبروين وجها اللي وجه يضيع فرصة لكن مقابلة من بعد مقابلة ويس بروميش البيون ديبروين اساسي ورياض محرز خارج القائمة لماذا خارج تشكيلة? لماذا? كله كل سؤال على الجواب هذا راح توجدوه عند العلامة الفيلسوف الغبرة بيبو كوردولا. اذا رياض محرز يضيع ضد وجه لوجه يخرج ولا يصبح في القائمة ولا يصبح في تشكيلة بينما اللاعب ديبروين يضيع لكن يبقى يلعب بالسمرار. هذه ما عندها اي تفسير الا تفسير واحد العنصرية. ورح نتكلم اليوم على فيديو اليوم على العنصرية. اذا من بعدها قلنا واستبروميش البيون رياض محرز لا يوجد في القائمة ولا يوجد في التشكيلة. اذا من بعدها سبروميش البيون ايضا مقابلة اليوم اللي كانت مع اه ضد نادي اه سوث هامتون ايضا رياض محرز مبدأش المقابلة وكان احتياطي. قبل ما نتكلم على هذه لماذا لم يلعب ومردود في ثمنتعش دقيقة. تصريح شهير للاعب اسطورة ولاعب كبير اسمه زلطان ابراهيموفيتش. زلطان ابراهيموفيتش لما كان في برشلونة كان عنده تصريح واضح ووضوح الشمس. لا تغركم نظراته وغضبه. بل هو مجرد مدرب عنصري وجبان. هو مجرد مدرب عنصري وجبان. هذه الكلمات اللي قالها اللاعب الاسطورة اللاعب الكبير زلطان ابراهيموفيتش لما كان في نادي برشلونة تحت قيادة وامرة المدرب العنصري الاصلاع بيب اغواردولا. قال كلمة شهيرة لا تغركم نظراته وغضبه. لكن هو مجرد مدرب عنصري وجبان. وبالفعل. خروج رياض محرز في مقابلة مانشيستورمايتد. انا بالنسبة ليها اللقطة اللي دارها رياض محرز هي لقطة المقسم. رياض محرز لاعب متخلق. لاعب خلوق. لاعب كما نقولو احنا بالدرجة بتاعنا يحشم بزاف. وحشم. وما عندوش هذيك العصبية والنرفزة. هذيك ما عندوش. مثل ما مشهور ومعروف به. اللاعب انتاعنا اه نبيل بنطال. اللقطة الوحيدة والحسنة الوحيدة اللي دارها رياض محرز هو لحظة خروجه في مقابلة مانشيستورمايتد عدم مصافحة بيب اغواردولا العنصري. هذي نقطة ايجابية وفي صالح نحن نشوفها في صالح. نشوفها في صالح رياض محرز. لازم رياض محرز تكون عندو ردة فعل قوية. ردة فعل قوية. وتجاهها الظلم والحقرة اللي مارسها والعنصرية اللي مارسها بيب اغواردولا. اذا اللقطة اللي دارها رياض محرز. لحظة خروجه وعدم مصافحة بيب اغواردولا ان بالنسبة لي شجعة. ولقطة ممتازة من رياض محرز. تبين انه كره وفاض الكاس. وفاض به الكاس اللي رجلت انه خلاص سذمر. لحقت يعني كما نقوله. ما كانش خلاص. بصل به الامر الى عدم مصافحة المدرب انتعه. وهذا شيء ممتاز. لا مش نحكيه هكا بطريقة هذي مشوفونية ولا امتماء لي رياض محرز جزائري وحبا في ابن البلد ولا لا لا. نحكيه بطريقة انه هذا المدرب هذا هو الاسلوب الوحيد اللي يمشي معاه. يلعب اساسي. اسمه اللاعب الارجنتيني اغويرو لما كان يتنرفز عليه ويصرخ في وجهه كان يلعب مقابلة لبعدها اساسي. اغويرو مدة هذي راجع من اسابة فقط لو لما تقل اسابة كان راح يلعب. اذا هي النرفزة والقوة. لازم تكون توقف الندم على الندم على مدرب عنصري مثل ما هو. رياض محرز يدخل اليوم في اه دقيقة سبعين وبعض الثواني كان اه صراحة اه لسه في اه رياض محرز ينعفوه. ليضيع فرصة ايضا فرصتين فرصة الاولى ضيحها اللي راح تلفوق. والفرصة الاخرى الاسهل ليوجه ليوجه ضيحها بعد ما اعطاله الكورة اه برناردو سيلفا. كان اه خارج اطار نوعا ما كان متقلق. رياض محرز مش من العويده يعني فرص كما هذي سهلة. ليس هذو رياض محرز. رياض محرز اه الوضعية انتاعه مش عجباته في الفريق. رياض محرز زيما خرج ممارشيسة رونيتد مقابل ممارشيسة رونيتد وما صافحش. قورديولا قلت عندها دلالات كبيرة وكثيرة. رياض محرز اعرف باللي كان ناس مسيطرة على الفريق. ولاعبين مسيطرين على فريق. وفارضين كلمتهم على المدرب. وعرف باللي المدرب مش عيضيع اه اه نادي كامل بسببه لاعب فريد. لازم يضحي بلاعب. من بين هذا من اللاعبين راح يضحي بهم هو رياض محرز. اذا رياض محرز حفظ الدرس. الدرس حفظه. الامر اخر لي يبين الكلام التانا لما نشوفه في الدقيقة الاخيرة كان رياض محرز وجه اللي وجه. وكان وحده دي بروين تعمد امساك الكرة وتضييع الوقت وراح جيت الركنية وجاب منها تمس. ولا ركنية عفوا جاب منها ركنية. وتعمد اضاعة الوقت كي لا يعطي الكرة لرياض محرز. طريقة متعمدة. رياض محرز قلتها ونعودها. افهم الدرس باللي كان جامعة ولا لوبي داخل الفريق. لوبي هذا مسيطر على بيتو كورديولا وعلى الفريق ماشيستر سيتي. من بينهم الباترون بين قوسين دو بروين اللي حاب يفرش شخصيته على اه على كل اللاعبين على الفريق بحد ذاته ماشيستر سيتي كامل. ما نعطوش على التنقيت نلعب مقابلة كبيرة التنقيت ستة فاصل ثلاثة اقل اللاعب تنقيت لانه نظر نلعب ثمونتاش دقيقة سواء صوفا سكور ليتفق ايضا معه هو سكورد وعطاوه نفس التنقيت ستة فاصل ثلاثة. لكن التنقيت ما يعني ولا شيء لانه اصلا لعب اللاعب ثمونتاش دقيقة. الشيء الاخر اه اقولتها او اعودها نفسيا رياض محرز صعبان. ما هوش في يومه. ما هوش يمر في مرحلة صعبة. بسبب ماذا? بسبب عنصرية والتعمد يعني العنصرية المتعمدة من قبل بيتكورديولا. رياض محرز زيما سجل هاتريك. مقابلة اللي بعدها كان احتياطي. وتم اخرجه. عفوا العب ومع ذا اخرجه. من بعدها احتياطي. من لا يلعبش ومن بعدها الان العب ثمونتاش تقيقة. يعني امور واضحة. رياض محرز ليطير ما يطيرش. يمركي هاتريك ما يمركيش. دايما في الاحتياط ودايما مغضوب عليه. يضيع ديبراين فاصة فاص. شيء لم يحدث. يضيع اه محرز فاصة فاص. القيامة تقوم. وهذا هو. انا بالنسبة لي قلتها ونعودها عندي اكثر من عام ونصف. عام ونصف قلت لازم لازم يغير الاجواء. يجب تغيير الاجواء. الحل لرياض محرز هو تغيير الاجواء بدون مناقشة. ابقى هو الفرصة الوحيدة والاخيرة لرياض محرز بالاجل تغيير الاجواء الى نادي يعطيه يقدر قيمته ويعطيه وقت متسع كبير للعب ويقدر امكانيته. ايطاليا اسبانيا هذه الامور انا ما ادخلش فيها. لكن الشيء الاهم والمهم والاهم انه يجب مغادرة هذا الفريق بهذا المدرب الجبان بالنسبة لي الجبان العنصري. اللي يشوف الظلم ويتعمد يزيد على الظلم. يشوف الحقرة والظلم ويزيد عليها. نظرا لماذا نظرا للشيكورن تاعه دي بروين. هذي امور واضحة. ممكن انهضر طريقة شوفانية ولا نهضر بالدرجة ونهضر كل شغل يعني غايظني ولد بلادي حقيقة هذا ولد بلادي لازم ندافع عليهم ونحضر عليه. لكن يعني الناس كلها تحافظها وعلاقته مع رياض محرز يعني. اجانب محللين فرنسيين انجليزيين عرب افالي قاعدوا حافظين. لا 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 لا. مسلسل هذا يعني. مش انا لندافع علي رياض محرز. العالم كم من شاف. نتمنى وتوفيق لرياض محرز في قادم المقابلات وان شاء الله شوفوه في فاليق ليقدر امكانيات انتعوا. والاخير متقانع مع مز من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.